أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن أن العالم يجب أن يستعد لمعركة طويلة وذلك خلال خطاب ألقاه من القصر الرئاسي في بولندا ووجه كلمة إلى الأوكرانيين مؤكدا أنه وبلاده بجانبهم ولن يتركهم مشيرا إلى فشل روسيا استراتيجيا في أوكرانيا وأجرى بايدن في وقت سابق في وارسو محادثات مع الرئيس البولندي أنجي دودا ووزيري الخارجية ودفاع الأوكرانيين وتعهد بايدن خلال لقائه مع اللاجئين بأن الولايات المتحدة ستصدر المزيد من صواريخ جافلين المضادة للدروع وأسلحة أخرى إلى حكومة كييف بغية مساعدة الأوكرانيين في طرد الغزاعة وكان بايدن قد أثار موجة تساؤلات إذ خاطب جنود أمريكيين منتشرين في بولندا متحدثا عن الوضع في أوكرانيا القول سترون عندما ستكونون هناك وذلك على رغم من نفيه مرارا وجود أي خطط لدى واشنطن لإرسال قوات إلى أوكرانيا وقد نعت الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بوصف جديد قائلا أنه جزار وسط مجموعة من اللاجئين كان يزورهم